يا ربي يا اخي اللي ما عندكش دم وحيات جدك وحيات جدك وحيات جدك الماتور اخبرك يا شباب معكم محمد جمال من قاتل عميد وحلقة جديدة في سلسلة جديدة معانا على القناة وهي سلسلة زالونج درايف الفين اربعة عشرين بالزبط كده كان المفروض يا جماعة سلسلة دي انه كنا نزلينها من فترة كبيرة ولكن انا كنت قاعدة اعدلها وازبطها واعدة اجل ونستنى التحديث ومش التحديث اللي هينزل وصاحب اللعبة يعشمنا ويهرب يعشمنا ويهرب لحد ما بالاخر زهقت الصراحة فقلت لا خلينا ابدأ يا عم السلسلة ووقت ما ينزل التحديثات بتاعته يبقى ساعت هنضفها في السلسلة دي معاني بصراحة كنت عايز ابدأ طبعا السلسلة زي ما انا قلتلكو هتبقى صعبة مش هتبقى سهلة هيبقى فيها جوع وعطش وهخلي الملاخ بتاعها متغير وكل ملاخ هيبقى له المحاكاب بتاعته يعني مسلا ان احنا ماشيين في الساعة هتلاقي نفسيين في الحارة هتلاقي نفسيين فيها منتا ازاي وبالاضافة كمان هيبقى بطل السلسلة بتاعتنا الاساسية ان شاء الله البصة بودرين يعني وقت ما نلاقيه هنبدأ نعتمده فترة جمدة جدا زي السلسلة الاساسية اللي انتو تعرفتوا علي من خلالها وده اللي هيبقى بقى بيتنا وكرافانا والدنيا دي كلها بس لازم تكونوا عارفين ان السلسلة دي مش هتبقى سلسلة طويلة زي السلسل اللي فاتت مبدئيا كده زي ما على يعني صحرة وخضرة وبتاع بالاضافة كمان هنحط الجوع العطش ونشيل كلمة دي علشان دي لو انا سايبها زي ما هي كده فهتلاقي الوحش ما بتكلمكش لكن طول ما انا شاء العلامة الصحة خلاص بالاضافة كمان صراحة عايز ادخل على وابدأ اغير طاقم الراجل ده عايز اخليه الطاقم بتاع السلسلة الجديدة وهو في الغالب يعني احنا انا بصراحة يعني بفكر لو عايزنا كتل التشيرت كده اخلي لونه على اللون اللي هو ايه الاصفر ده كده بس يبهادي بقى شويتين تلاتة كده يعني مسلا يبها جاي كده كده انا عايز اللون الاصفر يا زلم بعد ازنك تقريبا هو ده اللون يا جماعة لو زبطنا كده او كده يعني تقريبا هو ده نفس التشيرت بصراحة مش عايز الاصفر الفاتح ده انا عايزه لهو ده طب خليه كده نقلب شوية ممكن لها تشيرتي تاني اشك شوية والله يا جماعة برضو اللون الكحلي لو اعرف هوصل له برضو هيبها جامد حلو اللون ده على فكرة جامد حلو ده خليه برضو نزبط نفسنا على اللون ده كله يعني بصراحة كان نفس اختار الاصفر لان الاصفر هيبها رهيب صراحة حس ان هو كده ايه يعني هيخليك متفائل كده واتعادة الدنيا كلها ولكن خلاص خلان اختار اللون الازرق ده شوية ده بصراحة شكل رزيز اهو لو اشتغلنا في الشرطة يبها معانا الدنيا دي كلها نخلي برضو ده برضو تلاتة وخمسين زبط يا مدير وارفع كده يا باشا وهنا نفس الكلام تلاتة وخمسين زي ما انتم شايفين بس انا بصراحة بفكر اخلي البنطلون لانه اسود عشان بس يوبة الدنيا كلها ايه تمام كده وماشية يعني لا يا جماعة صدق لون رصاصي ده برضو جامد لأ الطقم ده يا جماعة شكله جامد صراحة نحط له شنب ولا بلاش صراحة نشايفش صراحة شنب وغريب يعني نوع ما يعني بس خلاص خلان نزبله الشنب المرة دي ويبس كده السيد طبعا السيد يا جماعة عشوائي هو تقريبا ده هيوبة السيد تقريبا فخلاها نعمل ستارت ونشوف السيد ده مبدئا يا جماعة لازم تكونوا عارفين ان البداية هتكون من اصعب البداية يعني مفروض دلوقتي لما ننزل العربية اللي هتكون موجودة اين كانت هي مفروض ما تكونش موجودة على الحالة اللي معروفة بتاعتها فخلاها نبص كده يا والله زمان ايه ده جماعة ده البيت ايه ده في ايه كل حاجة اختفت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله والله كل حاجة متشالة ادي يا جماعة عربية البداية ولا في اي حاجة طيب ازاي يعني ابدأ وامشي على طول يا نهار ابيض والله كل حاجة متشالم البيت والله حتى لا في زيت ولا بنزين طب انا افريد الدولات العربية عطلت باية اصطر لا اله الا الله طب وبالنسبة للجوع العطش يا زميلي يا نهار ابيض طب بصوا خلاها نبص كده في الدفاة دي كده نشوف كده وراها مسدس ولا راح علينا بسم الله الرحمن الرحيم والله يا جماعة شكله برضو راح لا اله الا الله خلانا اطلع برضو كده نبص بصة لا حول ولا قوتها الا بالله والله البت يا جماعة متنفض حرفيا ده ايه ده افتح لي بعيزنا كده الباب ده بسم الله الرحمن الرحيم والله يا جماعة ده في خرطوم بنزيم طب يا اصلا انت بسيب لي خرطوم البنزيم ده اصلا خرطوم البنزيم ده يا جماعة الواحد والله العظيم ممكن يضيعنا ده خلينا عم نحطه هنا شوف شو 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 شو. يا نهار ابيض خلاص لا لا مش عايزه مش عايزه خلاص انا اسف. يا نهار ابيض لا لازم نفلت من هنا يا جماعة. والله يا جماعة دا الدنيا بتنفضها اكسن بله بصوا لا فيها اي حاجة يا نهار ابيض على البداية. شخالة بس هي كام لتر بنزين بس عشان نعمل حسابنا. نص لتر يا جدعان. لا اله الا الله. ارجع ارجع يا زلمة. يا نص لتر كده على طول. او يا وش. يا ستا والله العزيم ما حملي خبطة. رسالة الام خلانا اخدها بسرعة المنزة. ايه في البس العربية. يا نهار اردو شو يا جماعة الخفزة اللي بتجري دي. النفس اقفة مما وصلنا هاد الطريب يعمله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم افتح لي بس هاد لرسالة الام. مش موجود يا جنعان رسالة امر. رسالة امك فين يا لها. يا نهار ابيض طب حلو هنا مبدأين كده لقينا بتاعها نشرب منها مية. هو ان شاء الله هيوبة كويس بس هي الفكرة كلها ان انا هاملة بحيس مسلا لو انا اعطشته وما لقيتش مية يوبة ساعتها الكولنج ده نشرب منه ان شاء الله ر المتوقع والله العزبين ان يبقى الموضوع صعب كده من بدايتها. انا قلت مسلا العربية اللي هتبقى متفككة هيبقى فيها حاجات كتير ناقصة بس. ما توقعتش ان كل اللوتل في البيت كله يروى. لا اله الا الله. خلينا بس افصل كده العربية نفضل ماشيين كده على الدفع بتاعاتها شوية وبعين نشغل ونشغل ونشغل ونمشي وهكذا لحد ما نوصل لملكب ولا منزيمة ولا اي حاجة. السلسلة دي يا جماعة لازم بتكونوا عارفين ان دي سلسلة تانية دينا على القناة طبع ادعات مش طبيعية وبصراحة يعني ممكن نخلصها بخمسين حلقة ممكن اقال الله اعلم يعني على حسب الدعم اللي هيجي عليها فاتمنى لو انت بتتفرج على الفيديو بحطتش لك حط لايك علشان الفيديو ينتشر بطريقة كبيرة جدا وصلى على الحبيب جلب كتيب بسم الله الرحمن الرحيم عندكم يا رجال السلام عليكم ورحمة الله بركاته ميا 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 تقريبا نجمع الحلفية جوها بسم الله الرحمن الرحيم بس نوقف هنا كده بس سبت كده يا مدير بسم الله الرحمن الرحيم عندك الكولنج ايه يا بسا تلاتة ونص لتر يا ستا يعملوا ايدو خليه بس اشرب كده الاول طب انتك كده كده يا ستا هتشرب من الحلفية معلش دعوة يا ستا لازم اشرب برضو من هنا افتح لي كده اه بصوا يا جماعة ميت لتر يا نهار ابيض حاليا برضو نمشي كده بموضوعنا الاسراف في الماء حرام نحاول نملة الماء دي هنا املة يا مدير خمسة لتر فول طب ماشا يا باشا متشكرين جدا لحضرتك ممكن تقفل ما انا مش هشيل لك لما تقفل يا ستراوحة ايوة اشرب بقى كده هنا خ خلاص 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 يا جلع بصوا شبوا التنكي عندي بتاعك دي يا نهار ابيض لا لا يا باشا اه طلع طلع يا باشا اللي جواك يا باشا طلع نط ما نفعش ما نفعش ايامل حكتين يا جماعة في نفس الوقت يا اما كده يا اما كده وليه برجع بظهره كده اتابني زعلان ولا ايه كله اللي جزومة بسم الله الرحيم نطبان عزيت بالمرة الحمد لقى يعني الزيت انا بس مشكلة دلوقت هتوب مع البنزيم بس وخلاص بسم الله الرحيم يا موسال حل يا ربا قولك سيب بس شوية الحمام دول معنا. خلينا بس عشان حالته صعبة بس يا جماعة امه اخزة يا رجالة. دلع يا باشا. ايوة يا باشا. ايوة يا باشا. خلص كمان مرة بس عشان تخف الحمولة شوية. يلا يلا. ده ده مفيش يا جماعة مستحيل. حالي. والله يا عالف اوكسوم. اه طب ليه ياستا ليه? ليه الازا ياستا? ليه الازا ياستا? يا لهوي ياستا. ليه كده ياستا? ليه انت عملتو? ينفع كده ياستا? ليه حولها قواتها الا بالله العلي العظيم. لا اقول الماتور? طب الحمد لله. طب هي ازاي فصت اصلا والماتور مش مفكوك? مفوتو بشغالة وملاش دعوة. يعني اقول لها كده حادث. ايه ياستا? انت في ايه ياستا? ايه ياستا اللي انت بتعمله ده ياستا? حرام عليه. يا نهر قبض معقولة يا جدعان. يعني حتى الخرطوم اللي حلت اللي انا قلت هوصل التنكيف بعض وهاننزل من هنا. اعمل جليتش. لا اله الا الله. لأ تخيل انت ماشي في صحراء دي كلها كم لتر بنزيم ياستا? والبنزيم من ناحيته او الناحة التانية? المشكلة يا جماعة الناحة التانية برضو مش عارف اشوف المنزيم. وايوة الحمد الله يا مسابت السرعة ما شلتوش دي احسن حاجة. اه اطلع يا باش على الطريق. يا نهر ابيض. لا وحظ حلو يا جماعة جايبين للجولف. الجولف يا جماعة اللي بحبها اخلي بالك. اي عربية بصوا لها هاتش باج او شانطة عالية من وره انا بحبها جدا. خاصة العربات الحديثة يعني. يستا استنى بس. افصل بس كده عربيتك. افصل بس. ايه ده اللي لجاب الرجالة دي هنا? ايه ده? والله يا جماعة انا شلت المود ده. طب وبعدين ما انا عايز ادخل لابص على البتاع دي. طب استنى بص انا عندي فكرة. هم تقريبا مش هيبوا اسرع مني. مش كده? خليني بس اوقف العربية دي هنا. اقول لك على حاجة هلوة. تعالوا تعالوا. يا رجالة تعالوا 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 تعالوا. بص يا جماعة انا شايف هنا حاجة صافرة انا عايزها. طب ينفع عشقه وانا ماشي خلاها لاجرب كده? مدام ما احنا لاينا هنا حاجة تحت وخلاص. تعالوا يا رجالة تعالوا تعالوا مشكلة اللي عاعدلي ده. يا جدعان استنوا بس سويا. دونس يستى واحد جدك. واحد جدك يستى هنموت. يا اما. يا اما انا عندي حل. عندي حل استنى. اجري. 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 خليونه بس يبعدين على العربية بتاعتك. لا إله إلا الله. والنبي يا حاجة ما تخبطي. والنبي حاجة ما تخبطي دلوقتي. المرة دي الخنفسة. الله عليكي وعلى اللي حواليكي. خليني بس اخد اللي بقق مية من هنا. طبعا انا هشرب ازاي? المشكلة انا ما عرفش هشرب ازاي يا جدعان? يا لهوي يا جدعان اللي حصل من شوية ده ايه ده? باسما بالله ده انا يا لهوي المتور احمر ده ايه ده? تبدأ يشتغل ده? والله يا خوفي يكون ممشي بالديزل يا جدعان معا لترديزل. هتمشي. ايوه! الحمد لله. والله يا رب نستر بقى يا جدعان. يا نهرب اتخال بداية تانية يا لهوي يا جدعان علي. لا والكويتشات العربية شوية عاملة ازاي يا جماعة? الخنفسة دي جماعة بتفكرني ببداية في السرسلة الاولى لو انا بدنا بالخنفسة دي وحطت في التنك بتاعها جميع انواع الحاجات وفي المتور بتاعها ما كنتش في اما اصلا اي حاجة. يا نهرب ده دايما كنت بقول عالجاز جاز يعني احنا عندنا هنا في مصر اللي هو الديزل بنقول عليه هنا جاز عادي. فقا انا بقى فال ان الجاز ده هو الديزل. فاللي هو يا رب المتحير يعني ازاي عربية بتمشيش بالجاز فاهم انت ازاي او اجيب لها جاز من كده يعني فاهم حاجة بس بالزبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم خلان شد شوية عمل حاجة ايه اللي حصلي من شوية ده. لا يا عم توب ان انا اقف عند بتعود دول. بس بصراحة الموت حلو. كويس ان هو ما تشالج. وعند سؤال بس يا دنيا لسه بتطلع ولا بتنزل. ما تقوليش ان انا بنامشي في الليل عشان مش معاك الشفاة. وطبعا ماشي بالاستراتيجية بتاعتنا كالعادة. نمشي شوية ونفس الماتور علشان بس يوصلنا لارب نقطة ممكنة. لا اله الا الله انت بتخيل. يا النهار ابيض. وال يا جدعان على البداية. بكري البداية. البص يا رب الاقيك في الاول يا رب. يا رب عشان بقى اتزبطك بقى وحطيلك تلاجات وفي بنت وقضة نوم ودنيا. والله يا جدعان البص ده لخليه فابريكا. بس كان نفسي برضو اقدر اعمل حاجات في اعدادات اللعبة نفسها من جوة. علشان اقدر اعدل شوية حاجات في البص ده. لان بصراحة عايز اعمل شوية تعدلات في البص ده خطيرة هتعجبكم جدا. الناس اللي مش فاهمة اتفرج على سلسلة ماي سامر كور هتلاقي السلسلة اللي عندي مختلفة تماما عن اي حد تاني. لان ماي سامر كور باختصار العربية بتاعتنا دي حولتها ان هي تبقى عربية فابريكا. معان هي تبقى كلها مصدية. لأ انا حاولتها فابريكا بقى وغيرنا الدواخل والدين دي كلها. فده اللي انا عايز اعمله في البتاعات دول. بس ان شاء الله اكيد هوصل لطريقة يعني. حتى لو اقدر اعمل موت يزبط للدنيا دي. ان شاء الله يا رب الله هم امين. جيف سلطاني يا زلمة. ينهر ابيض. اي الصحرة دي اجدعان. طبعا يا جماعة توب اروح للابراج السوارة دي. لا لا يعمل حاجة. نعد عليها تانية يا جماعة يمكن ما لايش حد عندها. اسوالله عزين متعاش من انها يلاقي سلاح ومتعاش من انها يلاقي حاجات. ايوة يا ابا العربية البريطانية يا ابا. احلى حاجة ان احنا عندنا لمبة هنا جوال بتاعها. حاجة جمدة جدا. وبصراحة انا فرحان ان احنا موتنا. اقول لك ليه? علشان خلاص يا ما فيش دم عندنا جوا. ايه ده يا جماعة? ده ايه ده? والله تحس في هنا مبنى غارس كده تحت الارد. خلالها كانوا وصلوا. والله بنزيمة. بس مشكلة يا جماعة البنزيمة دي ممكن لها برضو على زومبز. ينهار ابيض. نبني يسطر بقى خلينا ندخل يا عمو زي ما تيجي تيجي. الله يا عبدالله. طب استنوا بقى يا جماعة بصوا الاستراتيجيات الجديدة اللي هعملها. احنا كده كده عندنا نزلة هنا. بقى خليهم يمشوا ورايا وانا مش مشغل العربية طبعا عشان البنزيمة. بعد كده نلجع لهنا. بس خليه بس اخد حواليهم لفة. ايه حاجة تشتغليش ليه يا ام. هلا والله. كم 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 جايز كم جايز. والله يا جماعة فيها حاجات حلوة. تعالوا 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 تعالوا. ما تقلب ليش بس العربية ام حاجة. تعالوا تعالوا. يلا ها. تعالوا يلا ها. مستنيكوا يلا 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 يلا. يلا يلا يلا. سأبس اجيب صحابك يا اسطح سواني. يلا اصحابه يلا 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 ها. تعالوا 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 تعالوا. يلا يلا ها. يا جماعة في الغالب البسحة ده متش خوف منه. ايوا ده ده بقvemه بجره. يعصي خلاص طال تاني. تعالوا تعالوا بس لسة 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 لسة. لسة لا الان الاخير ده. تعالوا هلا. اياES الاجر يلا. امي ايا يلا. انا مهدي ها يلا يلا. زائلوا يعاربوا هيا جماعة يلا خلائموا هما يزقوا هيا جماعة. يلا يلا بس يزقوا بالراحة. انتم حنيفة كده. تعالوا يلا ها. تعالوا بسرعة. اي اه يخبطنيش من مش كده برجعوا تاني ولاد الايه? طب انا اعمل ايه يا ربي? اعمل ايه? طب سواني كده هو انا لو وطيت وانا ماشي بسرعة كده اشي قطل اي حاجة اي حاجة. ده ايه ده طيب? امسك. حلو. عايزين بس كمان ده ايه ده? والله معارف يا جماعة في ايه بالزبط يخربتكم. طب انا اعمل ايه طيب ما انا عايز اي حاجة اخدها. يا عمل حاجة ما فيش هنا اي حاجة يلا عم خلال انا انطلق من هنا. يا لهو يا جدعان شايفين اديه اصلا انا مش قادر عليهم. بس حلو والله انا فرحت ان انا جبت بتاع الزيت ده عشان نحطه. واحل حاجة جماعة لما تقول الخنفزة صحيح ما محتاجش تبريد. ده كده جامد اخر خمسين مليار حاجة. حالتك يا صاحبي. لا والله حالته صح. يا لهوي ايه ده? ايه ده ايه ده ايه ده? يا انهار ده كله. ده هقدر علي مزاد عزين رشاش ده يا جدعان. استنوا كده يا صاح. خد يا لأ خد يا لأ العب دي. يما يا عم خلال انا امسك الشارع احسن. فين الطريق. يا انا يا رأب ده. اندمت والله انا ادخلت هنا. البنزين بتاعي عمل ايه حالته ايه? يا لهوي ده هيصفر خلاص. ده الخنفزة تقول لي يلا يا صاح انا ودعت يا صاح. لا اله الا الله. عافين حتى لو الاقي كام حديدة كده نريد ان نشبهكم في عربية تانية بحيس مسلا لو يعني زي نجدة كده او وينش يسحبنا. انا اعمل حقها لها ماشية كده. يا نهربت خلي بول مرة بص كده على البنزين نشوف فضل قديه هو فين البنزين. يا له طب حلو والله يا جماعة للسلاك مش كبير انا افتكرتنا فضل لها نص لتر. وعلى فكرة يا جماعة دي احسن من العربية اللي قبلها. يعني عبدت انها كانت نص لتر دي كانت لتر كامل. اه. طب والله ممتاز جدا. وحلو على فكرة احنا اعتبر قطعين مسافة كبيرة بصراح ما عرفش احنا ماشينا مسافة قديه. هليه كده اعمل سيف جيم نشوف قديه. احنا الوقت يا جماعة ماشينا ايه ده? المسافة دي يا جماعة. ده احنا ما كملناش كده. ايه يا عم ايه ده? هو بجري ليه كده? ازا ما اخدتش بالي منه ده. ومعه ديزل. يا له هو ايه? يعني لو كنا وقفناك كان مشكلة ديزل تحلت. يا لالله لو الراس بنتاني قدامي. او الوينش. لا بس الوينش يا جماعة بمشي بالجاز. ده اللي بمشي بالديزل ابن اللازينة. اه والله. ليه سمع سوط عربية جاي ورايا. لا لا ما سوط عربية دي. اه يا معا بصوا البيت الهناك ده ان شاء الله. وفي عندك مركب فوق اهي بس احنا فين والمركب دي فين ده احنا بيدعناها بالكلوات يا جماعة. وعندك هنا بتاعت المية اه ما اعتقدش انها محتاج مية صح? وريه كده وسطه. اه يعني محتاجين شوية مية. خلان عدي نشرب شوية مية. خلان عم نعدي ناخد بقق مية. عشان بس ايه ما نشرش هم الجوع والعطش ده. وبنمرة اقول لك الجرك اللي معاني ده اصلا ممكن يبقى فيه شوية زيت يخلصه في المتور بتاع العربية وساعته يبقى نملاه. بس اتمنى بس ما يكونش فيه هنا وحوش برضو. ما اعتقدش المبنى ده يبقى فيه وحوش. ما اعتقدش لا. اه 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 لا لا ما اعتقدش ما اعتقدش. الحمد لله. الحمد لله بس خليك بقى وقف هناك كده زلمة شد فراملاتك. لا هي مفصولة هي مفصولة. بقول لك يا باشا. بس تعال بقى معالم ادخل هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبط. افتح الحنفية. حط هنا كده يا مدير املة. ايوة تسلم يا زلمة. شربنا بقى كمان. حبيبي يا ستا تسلم. اقفل بعشة الاسراف في الماء حرام. وكده اقدر اقول لك ان احنا كده بقى معانا مية. الماء ده طبعا هحوطها في الريديتر. يعني لو عطشنا في الطريق فهم انت لو لقنا عربية جديدة كده يعني. خلا بس نطرتها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساهل حال يا رب. يا مساهل حال يا رب. بسم الله. بس خد الدفعة القوية بتاعتك. ماشي على كم انتي. والله انا حسيت برضو بكده. افصل بيا باشا. بس كده. خليها ماشية. يا ستلم احلى حاجة مسبت السرعة ده. بتمنى برضو ان انا لقي العدد الديجيطال لان العدد الديجيطال ده هيفرق معانا جامد برضو خلي بالك لانه هو غير محدود السرعة. تخلف السرعة القديمة ملقتوش نهائي. جماعة كاين شايف مخزن هناك. اللهم صلى على النبي. انا ليه حس الدنيا بدأت تفتح في وشي يا جدعان. يا نهار ابيض. هل تتوقعوا ان البيت ده هيبقى فيه زومبي? انا حس ان هيبقى فيه واحدة او اثنين يعني كالعادة يعني. خلان نشوف مفيش اي حاجة. مستمع صوت يا جماعة والله. والكرافان. الشوص كامل? لا. ما تقولش. ما تقولش. طب استنوا كده يا جماعة خلان نشوف الشوص دي. والله كان كده انا اخدها الشوص دي. لأ مية. تانكك مية كامل. طب دي يا جماعة مش هنعف نجيب لها ديزل دي. يا نهار ابيض طب وبعدين. مش هنعف نمشي بيها دي نهائي مهما نيكن. الا ازا لقيلها مسلا بتاع ايه الكولنج ده. والله كعكة. لات يعمل حاجة خلان ايه. يا لهو يا جدعان على الضح. طب ما عندكش سلاح ياسطة دي ايه دي? لا لا دي مش تبعنا. دي تقريبا يا جماعة بتتحطة في الخنفسة دي. هاتة هاتة خلان نحطها. ايوة تانك. فيه تمانية لتر ايل. اللهم صلى على النبي. ايوة فيه هنا ايه? يا لا هو ايه على الخلطة بيطة. لا يا بيش هتلب احدثنا كده. بس للاسف الشوص مش هادر اخدها كده. طب ما عندكش طب حتى شوية جاز. طب استنوا كده يا جماعة خلان نشوف ده في ايه? ده فيك حل ومية. وانت فيك ايه? لا ده مفوش. عارفة لو كان فيه بس شوية بنزيم كنا قلنا ماشي. يا خسارة. كان نفسي اخد الشوص دي يا جماعة. طب الكرفان ده الكرفان ده حتى كما مش هعرف ناخده عشان متشعلة. يا خسارة. والله انا زعلت. سدقوا. ديقتي يعني ما زعلتش يعني بالزبط يعني. بس بقول لك ايه? اه تعال بس انت كده. تعال تعال تعال. نملة بس شوية هنا. يا ربي والليل هيجي بقى والوحش التاني هيجي ورانا بتاع الفضائي ده. ربنا يستر والله العظيم. بس على فاكرة ما تقول الخنفسة ده برضو سريع والعزيز يعني. بس كده انت فول يا زلمة. اقفل يا مدير. يا لو البتاع دي السقف بتاعها بفتح كده كده. عموما خلينا نقفل كده. ونبدأ نحط الحاجة دي. وبصراحة يا جماعة عجبان الخنفسة لها شنطة وره وشنطة قدام. والله يبص حاجة جامدة. بقول لك ايه يا اسطا بالمرة باب من احنا مش هنعرف نستفيد منك باي حاجة. البتاع بتاعه ده يا جماعة مش بحتاج اه كولنج وكده فرهيب برضو. طب سواني كده يا اسطا بس عشان ليسيت احط الحاجات دي. يا عم ارمي البتاع دي دولت مش بحتاجينها. نزلني بس كده. هاتل البتاع دي. نزلني هنا كده بقول لك يا باشا. خد ده معاك برضو وراء. حلو. وخليه برضو نسبت عدد السرعة ده هنا. والعداد التاني ممكن نسبته هنا بحرف جي لو يزبت عادي يعني. يا رب يزبت بحرفة جي. ممكن يسطا تزبت بحرفة. لا والله يا جماعة ما عايز يزبت. ده ايه ده? طب خلاص يسطا ممكن تزبت هنا طيب. اه اه لا لا خلاص يسطا احنا متعسفين جدا. طب حطه فين ده يا جماعة? مش عايز يزبت بحرفة جي. هو لو سبت بحرفة جي هيشتغل على فكرة. طب خلاص. خليه هنا هو بس سيبه هنا كده. يعني والعداد ده يعني ما ينفعش لزبت حرفة جي ولا يا عم دايقتين يعمل حاجة. خد يا باشا اللون ده خليه معاك هنا. وارد حد فيك يسأل سؤال ليه يا عم يودوا اللون ده غريب انت تاخدوا معاك ليه? يعني هيبه ماثبة مخزن للبتاع بس وبالمرة هت الأبواب ده عشان احنا ماشيين بالليل بس نأمن على نفسنا كده للوحش يجينا ولا حاجة. اي حاجة اي حاجة تيجي وخلاص يعني هنعمل ايه طيب? اه والكشفات طب الحمد لله ان فيه كشفات. اقفل كده يا مدير. ده بتاع يا جماعة الشاص او بتاع العربية الحديثة معرفاش ايه بالزبط وهتلي يا باشا بعزنك الشبكة دي. والله معرف اخد الشبكة عمل بها ايه? بس فيه هنا ممتاز جدا هتلي يا باشا الكولنج ده. افتح كده بعزنك. حط برضو في الشنطة اللي ورق. متهل الشنطة خلاص كده يا برو. خلاص يا باشا ارفع الشنطة تاني وحط مكانها هنا. يا باشا. فن استغلال مساحة ده. وانت بفكر ايه يعني. بقول لك ايه بالمرة هتلي ده. هلان ركبه هنا. يا ربا بس ميركب. لأ مش عايزك تركب هنا بقى يا ستا. طب ممكن تركب لي هنا كده يا ستا. ايوا كده ماشي. كده والله انا موفق شكلك جامد. والبص يا جماعة عملت شبكة اللي بتاعه ورا. هتلي بقى الكشفين ده انو حطوهم هنا. يا سلام على الكشفات. واو. ما اعتقدش بقى احنا محتاجين حاجة تانية. انت بتموت يا ستا اللي فوق. ممكن برضو ناخد معنا ستبن. ما عندك شخصة ستبن نضيف? يا عم اي حاجة تيجي وخلاص تعالي. حلو ستبن ده حتى كويتشاته مش بالتاكلة هي. نسبته بقى ع ظهر العربية. ليه بقى ما فيش حاجة بتثبت بقى. لأ كده فيه مشكلة بقى يا زلمة. ايه ده? والله كده فيه مشكلة. الحاجة مش عايز تثبت. مفوض الحاجة يا جماعة انا عمل مود اللي هو اللي انت بتدوس حرف جي خليك تسبت الحاجة ع ظهر العربية وكده. مش فاهم في بالزارة. ناخد ستبن تاني. الستبن ده برضو عبين عليه نضيف كده وبلي ناسه محترم. مواخزة بقى يا رئيس اشفرناك بقى يا باشا. سبت هنا كده. يعني حلو يا جماعة وضع الستبن ده كده جامد. نبدأ ننطلق من هنا ولا نام هنا يا زلمة. الله حلو لقينا لون تاني تعال يا باشا. انت راح بيدا يا باشا. علاقة كبيرة. بعيز يا جاسبك في صوت ارانب. الحمد لله ده مات. قدر اطلع كده. اه ده بتاعة الوينش. ما تقوليش ان انت قاعد هنا بقى يا بس. اه والله قاعد هنا يا جماعة. وفي هنا وفي تلاجة وبتاع بقول لك يا اسبك منه بدل ما يموتني عشان اصلا مش معي اسلحة وانا بصراحة خايف. ما معيش اي نوع من انواع الاسلحة تخيل. شو يا جماعة لقرنا بعد فين? بقول لك ايه سوان كده يا اصلا. تمنطوشن الليتر اويل. باي ايه يا جدعان هو كل اويل اويل اويل. مفيش جهاز ولا زيت. يلا يا عام الحاج خلال يمشي من هنا. يلا يا عام. اه الراديو ناخد الراديو بالمرة كنت هنسى برضو بالمرة. تعال اصطحت للراديو بعد ازنك بالمرة عشان برضو محتاجه. بسم الله رح ما رح ينقفل كده باشا. خطرنا الراديو هنا كده يا مدير. خليه محطوط كده ايه شكل كده وبتاعه خلاص شغل كده. بسم الله. العدد شغال. اه الحمد لله شغال افتكرتم مش شغاله والله يا جماعة. طب احنا يا جماعة معتوبة الماشين كده الساعة خمسة وستة الصبح. يا نهار ابيض. لأ وماشي اللي هو ايه انا حاس ان انا ايه بقى حطيت جاز بقى وبتاع. بس انا فرحان اصلا ان احنا قدامنا مخزن هنا بل موضوع جامد برضو. بس ايه رأيكم في شكل عربية. الحمد لله ان المطور اللعبة ما افتكرش البطارية. تخيل مطور اللعبة في التحديس الجديد يفتكر لنا البطارية يا لهوة عضيحك يا جدعي. وانت هتكون انت اصلا بخايف تنور الكشف وانت ماشي. بالمناسبة جماعة كان فيه حد في جو دايما بكتب لي في التعليقات عم يميدوا نزل اندر زا ساند هي نفس فكرة السفر التويل بس طبعا السفر التويل احسن بكتير بس اندر زا ساند شورحة رهيبة الصراحة يعني. بس مشكلتها ان مطور اللعبة مش عارف اديها الكفاءة اللي تخلي الواحد يحبها. يعني انت اصلا ايه انت بتجمع العربية وتفضل ماشي بخط مستقيم وخلاص وتلاقي بنزيمة تبع لها الحاجة وتشتري الحاجات اللي انت لقيتها وتوصل لوردراته وخلاص. طيب ماشي يا اصلا عايز مسلا اكشن حماس ضحك لأ مفيش او جعانين يا جدعي. لا بقى ما تجوش تعمل ليه هنا زحمة بقى يا جمعة سواني بس يجمع عشان بس هنا في زحمة لان الاتين دول دولة هينزلوا يمسيكوا في بعض وانت شايف ده نفس افهم ازاي قاعد فوق الكرسي يعني انا اعرف ان الناس بتقعد على الكرسي. لا هو قاعد فوق الكرسي. والعربية اللي هايزينة دي بتمشي? يا سبحان الله. يلا يا عم الحاج. ما اخزر يا راسة. سوان يستاذقلك الرجل التاني ده ولا انت هتمشي عادي. سوان يعمل حاجة زقه لك. بسم الله الرحمن الرحيم يمشي عامل حاجة اوكل على الله. يلا يا باشي عايز حاجة. ما عندكش تنك مفكوب كده يستخل ياخد منك شوية جاز. والله يا جماعة المفروض الواحد يعمل هنا كمين بحيس مسلا يجيب الشاصة دي وياخد منها الجاز اللي فيها. او العربية النقل. وبسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الوقت ده نايم يا جديد. خلا بس ندخل نتسحب كده بس بعدما يشوفنا. خليه بس ما قطي صوتي كده. يا ربي بس ما ياخد باله. يستا انت اللي ترسلي بالرينو بتاعتك دي. انه نهار ابيض. طب ايه ما فيش اي حاجة طبع الخنفسة هنا حتى. كلها ببان خلفية بنت اللازينة شكلها ببان الرينو دي يا جماعة. لا لا مش ببان الرينو. اه السود ده يا ربي يكون من زي. صاري بس اشد كده. حاول ازلقها بره دي. يا ربي بس ما يصحى. هو نام تقريبا. اطلحها بره. انا مش مش احتاجة الرينو بس انا عايز اطلحها بره عشان اخد راحتي بس في البتاع. يمكن اه يطلع يا بيت. يا بنت البيت. مش عايز اطلع بنت البيت دي. طب خلاص خلاص خلاص. اوه لقنا تلفزيون هنا صغير. طب امتاز جدا هاتو يصطر. فليه محدود هنا دلوقتي بحرفة جي اه. اه حرفة جي شغال اهو بس مش عكل حاجة تصده. خلاص يا باشي خليك انت هنا دلوقتي. شو شو جامعة اللي اتقلبت ومش عايز عدل دي. والله ما عايز استبني بس انا عايز اشوف اللي عنده حضرتك ده. جاز. احنا ايه عربتنا ايه ديزل ولا جاز? لا عربتنا ديزل يا جدع. يا عم هاتو هاتو حلو حلو حلو. ممكن نلاقي ما تر اهو احنا ماشيين جاز ولا حاجة. يبا ساعدت بقى يبا زبطنا نفسنا. عندك هنا مش محتاجين دلوقتي. فيه هنا جاز. هط في جيبك يا باشا. مش احتاج من هنا اي حاجة اساسا الا وعندك هنا بخاختة ممتاز جدا. بقول لك ما عندكش بخاختة اللي ناخد من عنده. وبتاع الرينو وبتاع الجولف يا جماعة طب ممتاز جدا. اللي هي الشبكة بتاعتها. شبكة? اه يا عم الحج خلاص يا عم الحج. والله نفل يا جماعة الجولف اللي كانت معنا قبل ما نموت. يا نهر ابيض خلينا اكل برضو بالمرة. يعني الاكل ده هتعمل لنا حاجة يعني هتلي الساعة دي بالمرة خليها معنا. واقزة بس يا رئاسة سواني بس كده يا رب بس ما يصحى. مش عايز فاضي. هتلي بس البتاع الاخير ده خلينا نشوف برضو في ايه كده? حتى ده برضو فاضي. لا الهة الا الله. خلانا اخد لحة المفاتيح. اضطف جيبك يا زلمة. تحطش في جيبك لحة المفاتيح. ليه عم? خلاص يا بيش اهتلي المديليا دي. وهتلي ده وكده احنا متشكرين جدا لحضرتك يا فندي. يعني انا استفدتم من الليلة دي كلها بنزيم. والله انت خليك بقى عامل لي لاج انت هنا بقى لا الهة الا الله. ثبت هنا كده يا زلمة. وحط لي الودة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق هنا يا زلمة. وخلينا نحط البتاع دي برضو هنا كده. ايوة خليك محطوطة. كده معنا ايه تاني في جبنة? المنبه. خلينا احاول اثبته هنا كده. لا بقولك ايه اصلا انا بقولك هنا. انت طالع لي فوق لي. ده انت ايه الادب والله العظيم. كده. ايوة بالزبط كده. كده يفضل معنا شوية جاز هنا. بما ان احنا كده افضل معنا شوية جاز. فخليه بعيزنا كده هاتلي يا باشا الجاز ده. قطوا هنا. نحاول بقى احنا بقى في الطريق نملاقي جاز بقى كله وخلاص. املاقي يا باشا فضل معاك. بس كده زي الفل. افل يا مدير. وحطوا لي هنا ده بقى كده. وخلي البتاع ده كده بمثابة اه ازازة مية مع عينة. بحيس مسلا نملاقي وقت ما نعتش نطلعه من جيبنا ونشرب به. كده اتوقع تمام? اه والله يا جماعة مشكلة في الجوع ده. بتصحيت يا اخي. يا اخي بتصحيت يا لهوة يا جدعان. ده الموضوع فضيع. خلالنا نحاول نطلق من هنا عمي بسرعة. اشتغل لي. الحمد لله اشتغلت. يا نهار ابيض بس كده سيت. الحمد لله افلتنا. بس احنا يا جماعة مشكلتنا مشكلتين دلوقتي. الديزل. وآه يا ريت خدت الماتور ياخد اللي ورا لحنا الاناة في البيت ده. بس ده كان جوة ده. انا لو ادخلت جوة كان ممكن يمسكني يموتني. والله معارف اعمل اي اجدعان. يا نهار ابيض. انا بالمركب اللي كانت هنا والله اختفت. تصدقوا? انا مش شايفة بس هي اتوقع يا قدام. اه? ده لسه بعيدة. اه ممتاز جدا. افصل بقى اريح شوية. الله ربنا نسوا. نتعارفين يا جماعة لو فصلت مني انا ممكن اخد اي متور من العربية اللي ماشية قدامي دي. بس ساعاتها بقى لما اطلع من اللعبة وادخل تاني يبقى ساعاتها بقى هيروح من عندي. دي برضو مشكلة. فاحنا عايزين نحاول بقدر الامكان ان احنا نلاقي اي حاجة اي حاجة ديزل. بس والله يا جماعة اعمل في المركب الهناك ده بصراحة عايزة نروح له بس خاف ليكون مسافة بعيدة. نجازف وزي ما تيجي تيجي. سانوا كده يا جماعة ده ايه ده مش ده تانك? سانوا 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 شدوا يا رب نحقه يا رب يا رب يا رب يا رب الحقه. عارفت لو حقته ده? والس كده احنا اخدنا البراءة. يا رب الحقك. ليه بيبعد? ليه ما ما تبعدش يا ستا. مش كده وبعد عني مسافة بيختفي. يا رب الحقه يا رب يا رب يا رب مية وعشرين. الواد التاني ايه ده انت برقق اختفع. لا اله الا الله حرق انا بنزم على الفاضي. طب بعدين الف عن المركب والاقف في نص السكة شوية استنى اتوبيت. اه? يا اخي اللي ما عندكش دم يا اخي. مات. لا حول اقواتي الا بالله. طب ليه يا عم الخبطة المستفزة دي يا ستا مانا ماشي بحالي يا عم. لا اله الا اللي ركب يعامل مريات معلش بس اللي بحبش ابقض حد يعني. يا عم ركب اي حاجة وخلاص. الله يا عم ده استفزز وكسن بالله. يعني حتى البخاخ مش متهن عليه. هاته يا عم البخاخ بعد ازنك. ممكن ترجعها هنا بس شوية. يا اخي حاجة مستفزة والله يا اخي. روش يا عم. بالزبط والله كل رشات المحدودة يا جدعي. يا الله ربنا يستر. يا عم اشوف فضل اديف البتاع. يا له يا جماعة ده خلاص. يا دوب. والله يا بص يا ممكن تفصل بنا في الطريقة. والله العظيم. والله ربنا يستر. المشكلة يا جماعة المركب. بص انت تشوفها قدامك تحسها وريبة. لما تيجي توصيلات لها بعيدة. الله يا ربنا يستر بقى وزي ما تيجي تيجي بقى. والله يا ربنا يستر يا جماعة قربنا هو خلاص. يا مسائل يا ربنا. يا اخي المشكلة بصوا صحرة. يعني مفيش حتى حمام في البتاع. وكلها صخور المشكلة. لا والمتور بص ورا ماشي يطاقطق. ايه عمل حاجة حنا عملنا فيك حاجة انتو منور الكشفات لي يا رايس. لا ما تقولش والنبي. في زومبس داخل يا جدعان. طب انا اعمل ايه طيب? اعمل ايه طيب? والله معارف اعمل ايه. طب هم مسلا بلفوا حلول نفسهم. لو بلفوا حلول نفسهم خلاص. حاليا عم انزل كده في السريع. احاول كده اخطف لأي حاجة. انا عايز بس بتاع ديزل. يا رب يا رب ادي اويل. ياخد انت والله مركب مستفزي اخي. مش هلاقي الديزل انا عايز. اهو. اربعين لتر. اربعين لتر. سواني يا. سواني اد ما تقربش يا. يا لأ يا ابن الولى. يا الله بيجري وراي يا جدعان. لا اله الا الله. طب ايجري. كامل جري. كامل جري. كامل جري. كامل جري. ابد على العربية يا لأ يا شحات يا ابن تعال 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 تعال. طب اروح فين يا جدعان. طب انا تعال. بص يا جماعة خليه يجري وراي لحد ما ابعد عنه نهائي بعد كده الف وارجع. المشكلة الود لسه بيجري وراي يعني بعيد عنك مسافة يا ابني. يما روح فيني يا جدعان. ايوه رجع. لف ورجع خليه بقى الف وارجع مبعيد انا. المشكلة البارد برجع للمركب تاني فهم? يعني هو عايز يرجع للمكان اللي كان فيه. يستا ما خلاص يستا اقول لك لا يستا لازم ارجع للمكان اللي انا كنت فيه. انا والله اضطر رجع لنفس الجارية كده اللي اتنين هيجري ورايا. لأ انا اصاكوا بقى الارانب هو فين الودة. عاوزوا بالله من الشيطان الرجيم. افتح لي بس الباب ده كده في السريع عشان نرمي جوه على طوله نجري. من التالي هو ده صح? ايوه? ياسلا ما تخدميش وحيات جدا. احطي يا عم اي حاجة بسرعة. اقول لك اقول لك ولا تحطوا جوه لحاجة. خليه هنا. هنا. نفلت من هنا. اجري. يما. صغل يلا 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 دوس يا عم الحاجة دوس 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 الله اكبر بأ معنا يا جماع ح송نا مشكلة ديزيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله في مني ايه اللهم لك الحمد ينهر ابيض ينهر ابيض يا جديد عندي والحمد لله يا جماعة. لأ هو سيب العربية شغالة فهمت انا خلاص كده مفيش خليج كده خلاص بأتحي ايوه انا كده بسريع عشاني يسحت هنعرف نوقفت الان عشان الليل ساعة خلاص يا دوب يا عمي خمسة العصر والساعة اربعة ونص اهيه? وبسم الله ما شاء الله الوقت هنا طيارة. خمسة يا عمي? ايوة يا عمي ديني ديزل. الله نحط له بزبطة خمسة لتر. ما خلاصه نحط تاني علشان اه لو غيرنا العربية او كده ما نزعلش يعني على فوق داننا لهذا البيتان. انت كم لتر اصلا فيك? الله ومصلى على النبي ده لسه خمسة وتراتين ونص. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعوكن عليك يا رب. ياه. هم واتزاح. تاني هم بقى معنا. هلي بس اعمل كده سيف جيمل اول. ايوة احنا كده مشين كام. لسه? لسه جماعة ما كملناش كيلو تخيل? ما كملناش ربع كيلو اصلا. يا النهار ابيض. دلوقتي بقى احنا همنا يا جماعة الاكل. احنا الحمد لله المياه معنا اه تمام ما فيهاش اي مشكل بس الاكل دلوقتي لو احنا ما اكلناش القلب بتاع بفضل يلنا اصلا حد ما موت. فلازم فلازم اكل معنا. ولازم برضو عزين كحول برضو عشان مشاكل بسم الله الرحمن الرحيم. ها هنا زاهبون. هلا بالمرة عد املى البتاع ده مياه? بين هو? ايوة خلان عد من هنا مياه برضو عشان لو اعطشنا في الطريق باحنا كده معا ما يشرب منها. نحسن من ازازي عام من نص لتر ده تلتة لتر ده هيزبطنا على اخر ده. ايوة بسم الله الرحمن الرحيم. يفصل بقى بس عشان برضو ما نحرقش البنزيمة الزيت اللي معنا. تعالها معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بعززنك تتحطي لي هنا انت وافتح لي كده بقط. شغل يا باشا بعززنك الحنافية. يا عمرها ما زبطت معي عليه. يلا كده. كده بيتميلي ها. زود السرعة. ايوة على اكسس سرعة ممكنة يا زلم اشوف يا جماعة السحب عاملة ازاي? بس كده اتوقع كده اتملأ. بس كده يا زيدي. نعطش نشرب منه وخلاص. انت ايه? بتجاز? ياسطى بقولك ايه? يعني حاول ان انت ترجع ورا. ايوة خليك ورا بس عشان انت كده بتقفلنا اترى احنا ماشيين. بس كده يا سيدي. بسم الله توقعنا عليك يا ربي يا مساء الحالي يا رب. بسم الله. والبقى ده مقفول? اه والله مقفول. مش كده يا جماعة الخنفاسة مفاشة كيف والدنيا مولا على نار. بس انت عارف لما تكون انت بحتاج حاجة بتنسى كل حاجة. اه والله العظيم. يعني انت تخيل انت مسلا محتاج ميا والدنيا مولا على نار. مش هتبه بالحر انت بس تبه بالميا مسلا او الاكل او كده. بس كده يا سيدي. نمسك بقى الخط ونمشي براحتنا. لحد بقى ما نلاقي اي مبنى تاني. نتمنى من الله انه يكون فيه اللي احنا عايزينه. ان شاء الله. لا والنب. ايه ده? يعني ايه? انت بتهزر? انت بتهزر اه? والله بتهزر. ارجع يا عم. ارجع يا ابا. ارجع يا ابا. ده ايه ده? ايه الهبل ده? والله يا هبل. لا اله الا الله يا عم. ارجع بقى يا عم ما ازهقناش بقى. يا لهو الوحش هينزلنا وينفخنا دلوقتي. الصخرة معد من جنبها لايه خبط فيها. ولأ والكويتش هتطارت. طيب تركويتش واحد خليك معقول شوية. يقول لك. لا اله الا الله. خلالها ركب الكويتش الامام الاول. ايوة. وبعين الكويتش الخلف. ليه بقى? عشان هو الفرام المفكوك. العربية ما تنزلش. بس كده يا سيد. الناس ده رايحة فيه. يلا اعمل حاج بسم الله توكن عليك يا رب. الله عمود ده خدني يا جماعة الخيل بتاعه هنا افتكرت الوحش نزل عندي. اقمن مكان يا جماعة تمسك فيه هو الخط. او الله العظيم. نور بيش العالي كده. يا سلام. بس والله ايضات الكشافت ده رهيبة. بس كنت اتماني اتكشاف الرخم ده يثبت بحرف ايه ده? افتكرت ان انا فصلت العربية. يثبت بحرف جي عشان يشتغل. بس هو رخم. انت متخيل الساعة تمانية بالليل ولسه النهار ما نزلش. ده احنا عندنا هنا في الشتة دلوقتي الساعة خمسة ونص بتلاقي ما فيش اصلا نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. ذكريات يا اخي والله العظيم. فاكرين يا جماعة. ذكريات البداية اللي كنت ماشي بقى. وكنت انفعل اللي هي الخاصية اللي ايه? اللي هو بتفعل الود نفسه مع المطبط. يعني تجي تحاول يمين تلاقي برمي شمال. تجي تحاول شمال يرمي يمين. حاجة زي دي تلاقي هو نازل طالع. كان الرؤية بصراحة صعبة. اما دلوقتي بيوب. الرؤية سابت يا باشا معانا. يا سلام. والمشي بالليل حلو. فاكرين يا جماعة برضو. لما كنا راكبين معود اللي هو بتاع الجولف وكان هيقلبنا وبعد كده ايجا الامر الصناع الاحمر ده. سحبنا لفوق وسحب المقاشة بتاعته وبهدلنا. يا ربي يا تكن. ده كله كان في السلسلة القديمة. يا لهوة على الزكريات يا جدعان. ما اخذ يا ريس. حبيب قلبي يا سطى. الله يا جدعان ربنا يستر. لو الدنيا كتمة ازاي. شوف يا جماعة العدي نور اللي ورا ده. عادي يا باشا. عادي يا مدوء. ما تخبطنيش. انت بتاع النقل يا رب تلبس في العمود. تعالى. انت لازم تلبس في العمود. الحمد لله. دعودي استجيبت يا جماعة. ايوة يا بعد طفحيط يا ايوة يا رب. اله يا رب تفرع منك يا رب. يا رب تبركب لي قال المتور الكبير ده. وبيجري بيه ابن اللزينة. يا ابن اللزينة. يا سطى ما ما تحاولش يا سطى معايا. بصراحة في حكا كده في الارض بحسسها بسبب الكاوتش اللي ورا احنا مركبينه ده. بس اما حاجة بس ما ما تكونش ازيانة في حاجة. لان هي لو ازيانة في حاجة هيبه الموضوع صعب شوية. بس بصراحة يعني مش مدايقاني. بس يا الخبط بتاعيتها بس مدايقاني لو ايجي مسلا طالعة زي دي. راح ترزع العربان من ورا اللي لفنا في الهوى. ده بس لانا خايف منه. بالوقت برعة يا جدعان برضو عايزين نجيبه برضو صديق الرحلة معانا بدل البت سوسو دي. ما دي سماء سوسو اه. يا لارا ماذا يا سطى بلا الشغل الغيول ده. والله يا جماعة خايف منه ليجي يخبطني. لما تنور يا سطى الداخلية صحيح. يا عام خلاك كده من الورة. لان بدل ما احنا عادين مخضوضين كده. ما تمسي كسطري يا جماعة التحويدة صعبة خلي بالك. والله التحويدة صعبة. عارف النهار ليه عيوني يعني ده وقت ما احنا مشيين بنهار كنا ممكن نلاقي بيوت حوالينا. بس بصراحة انا بحب الصفر بالليل صراحة بحب استنتع بيه جدا. كنت من يومين لما كنت مسافر طبعا الناس ما تعرفش ان انا بقالي فترة مسافر. واسبتلكم كده كان فيديو لحد الفيديو بتاع مبارح. لحد فيديو ايه فايف اه بتاع مبارح ده. كنت مع واحد كنا بقى انا بحب اعجي بالليل كده برواءان كده بكون بقى يحب امشي كده بمزاج او بالليل. فان شاء الله لما ربنا يكرمني ورزقني بعربية حلوة كده ان شاء الله يا رب يا رب رزقني يا رب بعربية حلوة. ويا عمي والله انا عايز عربية رهيبة. انا عايز عربية متواضعة كده بنت ناس حلوة وخلاص يعني. عشان انا بصراحة بقى عشق السفر بالليل. المهم ريكبت انا وهو واعدين بقى ايه مستمتعين بقى بالطريق بقى. وهو بيكلمني بقول لي انت عارف كان هو يا جماعة السواقين. عارف انت السواقين اللي بيبقى عندهم عربية اللي بنقولوا بيهم فواك وخضروات وكده. ما عارفش اسمهم ايه بالزبط. ايه وهو كان معاه العربية بيقول والله انا وابن عمي عدنا سبع سنين بالنام طول النهار وطول الليل على سفر. بالليل لا ببقى فيه بقى حر ولا ببقى فيه شمس ولا مش عارف ببقى فيه زحمة حاجة زي كده يعني. وزقت كمان بسفر باللب بتوب هادب توب قاعد كده من ايه ده? في بتاعي يا جماعة اسمو ايه ده? اصلا لقيت الكهربا كلها فصلت كده على العربية. يا نهار ابيض. فانا اتخضيت قلت ايه ده? بس سريع او ده. انا حسوا بيجري بسرعة مش كده. واحدة حاجة العداد ده شغال ما لوجه ده عبد ده. ايه ده? دست سيها يا جماعة الكاميرا سابتني ومشيت. المهم نرجع لمرجوعنا قال لي والله انا كنت بستمتع بالليل. انا وابن عمي نفضل مسافرين طول الليل يعني تخيل. الا Imamو صلى عن النبي. نشوف بس في ايني حاجة. كتير. انتو كتير يرسطة ولا قليه. الله معارف. نشوف كده هن يا ولو انتو مش كتير تعالوا. تعالوا. تعالوا ورايي يا الله ها. انين? تعالوا تعالوا. تعالوا زقق لي العربية زقق لي العربية. اهم شيء بس يزقق لي العربية. عشان لو جمه الجنب هيكلي بقول عربية. ايوا زقه يا باشي. ايوا زق يا باشي زق? زق تعالى. يا اللي ها? على براحتكو براحتكو خالص. الرخم الهناك ده ما هيجي. اه لا لا انت كده على ابتل العربية. يا لا هوي شغل يا باشا. شغل يا باشا. في حاجة بتكب. والله في حاجة بتكب انا معرفها ايه. امشي يا عم. انا اسف. والله في حاجة بتكب يا جماعة. طبعا كده بتاع الزيت بتاع الماتور نفسه يمكن يكون مفتوح. والله يشكله كده هيكون مفتوح. بقولك ايه منفع شركة وغيره اعمله. هل كده يحاول? على كده. لا والله صعبة يا جدعان. ادخلوا زي. ايوه. فين فين فيه? مش شايفه ابن الله زينة. والله ما شايف غطس زيت. اركب يا عمي بسرعة. يا نهرب. المهم بقى صاحبك ده لانا عدت سبعة بسنين اسافر انا وابن عمي طول الليل. قلت له والله هو انا دايما لما كنت بروح القاهرة كان كلدي في القاهرة بالمازمة ما تعرفش. قلت له دايما بسافر بالليل. سواء بقى في القطر او مواصلات. على حسب بقى المزاق. قلت دمان يا جماعة بطلع من البيت مسلا الساعة ستة سبعة بالليل فاهم انت ازاي? اللي هو ايه? الدنيا ليل بقى خلاص. وافضل بقى راكب احيانا طبعا يعني بحظ حلو مسلا لو السواء مسلا اه واخد جنبه واحد وعايز كمان واحد جنب السواء. يا لهوي اركب بقى يا باشا وحط السماعات في وداني. وافضل بقى قاعد مستمتع بالطريق ماليش دعوة باللي حوالي. ويا سلام بقى لما يكون مسلا مسافر مسلا مع عمي او كده وهو نزل القاهرة يا لهوي احنا الاتنين مستمتعين بالطريق وحنا ماشيين اللي هو ما فيش حد بيتكلم. كل اللي احنا سمعينه. صوت العربية اللي حوالينا او صوت الهوى وخلاص. وماشيين كل واحد برجع دماغه كده وراء وقاعد كده مستمتع بالطريق يا لهوي ببا متعجد على نهاية اكسب بله خاصة بقى لو انت ماشي جوة شوارع القاهرة عارفين انتو جامعة تنطوي اللي هي الحتة ايوة اللي بتعد من جنب الشارع دي من ورا وانت بقى رايح على مدية ناصر من ورا الحتة اللي فيها جامعة تنطوي الكبير دي. بالضبط شفت الشارع ده احيانا كده ببا فيها عربيات مش كتير ومش قليل تمام? انا بقى باستمتع بالصوت بقى كوشية العربية دي هي ماشية. او الدائر بما على صح بس ما يكونش بقى فيك اللاكسات والدينية دي. فبصوا يا جبعة والله كمية استمتع في الليل مش طبيعية. بس فهمتوا زبدة الموضوع. ببا الموضوع رهيب والله جربوها كده بليه لو انتم مسافرين. جرب كده اللي هو ايه? يعني اسكت كده او لو معك سماعة حطافة ودانك ويشغلك اي حاجة هادية. اي حاجة هادية. وافضل بقى ماشي يا باشا واستمتع. ياه. ببا الموضوع رهيب. وراحة نفسية لا نهائية. يعني انت بتخيل انا كنت في يوم برضو كنت مسافر. وطبع انتم عارفين المكربوزات طوت 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 وهم ماشيين والدنيا دي كلها لما يكون في زحمة وكده. انا بقى في يوم انا ماشي كده قلت طيب ما خليني اعمل حركة حلوة. ايه هي بقى? رحت مطلع موبايلي وسجلت صوت الهدوء اللي انا ماشي فيه. سجلت الصوت. بعد ما سجلت الصوت بقيت اركب اي مواصلة مسلا وراح حط السماعات في وداني لما يبقى مسلا في وضع مزعج وكده حواليا مش عارف استمتع بالطريق. وراح ميشغل الصوت ومعلع الاخر في الموبايل. ابقى انا سامة الصوت العربية الهدية وفي نفس الوقت ايه? مع الطريق اللي قدامي. يا لهوي بقمة المتعة. تدربوها كده وهتدعوني صدقوني يعني في ناس كده بتعيش السفر على الوضع ده. ده فيه زعتر وفيه صحابه. والله انا لكينج فوريو. لا 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 شغل شغل. شغل. يسا السنة. يسا. يا لهوي. يما 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 دوس دوس دوس. يسا دوس. وحياد جدك وحياد جدك وحياد جدك المتور. الزيت. لا اله الا الله. يا عم خلاص بقى. يا عم خلاص مش واقف. يا نهرب مش عايزة اقف يا عم. لا اله الا الله خلين اقف يا عم هنا. الله هو مركب في نص الطريق. اللهم صلى أنه بخلي يا عم وقف هنا كده. بس رايح هنا كده باشا. يا نهار ابيض. من الغطة ده. ده جيّل. ايه يسا في ايه? يا اصدى روح 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 يما 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 يما. روح روح ينهار ابيض. انت مقفول يا عم التنك. ما التنك ده مقفول. ينهار ابيض يا جدعان على الخطة. انا عايزة اقف بصه. مش عايزة اقرب من مركب ولا اي حاجة وانا واقف عشان بس ما حدش يجي في وشي. بس كده يعمل حاجة. والله يا جماعة في ايه? يا اصدى روح تاني يا اصدى روح تاني روح تاني روح تاني يا اصدى. يا له وايه الزومبس ده? انا عايزة اوقف يا جدعان عشان انا الحلقة مش عارف. لا اله الا الله. بس هنا خلينينا جنب الصخرة دي. بس 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 افصل. افصل كشافاتك. عشان البطارية ما تبص? انزل? بازنا كده يا باشا? ده مقفول. هو ايه بقى اللي بكب بقى ما انتم متحيلوناش معاكم بقى? ايه حاجة بتكب? يا جدعان بعد زنوكو ايه اللي بكب بس سواني? انت? يا اخي الله اخرب ببيتك يا اخي. خدتنا والله العظيم. والكده يا جماعة توقع ان احنا هنوقف الحلقة هنا والحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل. ما استش بقى اللايك والاشتراك في القناة وهشوفكم على خير في حلقة جديدة واكتب لي تقييمك للحلقة دي ايه الدنيا? حلوة? ولا مش حلوة? يلا سلام.